أهلا بكم مشاهدينا من القدس أكثر من خمسة ملايين طفل يظهر التشخيص سنويا إصابتهم بالتهابات الأذن وفي حالات كثيرة تكون الوصفة المعتادة هي المضادات الحيوية إذ يشير الأطباء أن الالتهابات الأذن عادة ما تكون مصحوبة بالبرد وهي شائعة لدى الأطفال فيما تشير الأبحاث إلى قلة فعالية المضادات الحيوية في حالتين كهذه للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو أخصائي طب الأطفال الدكتور داود أبو شامي أهلا بك دكتور أهلا بك يعطيك العافية يعني قديش التهابات الأذن المتكررة متاحة أنها تصير مع الأطفال وشو سبب أنها تتكرر مع الأطفال التهابات الأذن الداخل الوسطى هي من أكثر الالتهابات التي نشوفها في طب الأطفال هي جاي بالدرجة الثانية بعد التهاب الزكام المشروح يعني عندك كل التهابات الزكام كل التهاب في المنطقة العلوية من التنفذ هي بتاخد مرتبة الأولى المرتبة الثانية بعد ذلك التهابات الأذن الوسطى سبب التهاب الأذن الوسطى كتير ناتج من التهابات الفيروسية في المناطق العلوية تبعات التنفذ فعشان هيك التنين مرتبطين مع سواء فمنشوف كتير أنه تقريباً 40% من عياد الزيارات للطبيب هي بشأن التهابات الدان للأطفال طب وشو عواقب هاي التهابات المتكررة؟ التهاب الأذن الحادة اللي احنا بنشوفه كل يوم في الأطفال تقريباً في كل طفل لحد عمر ثلاث سنين إلا يصيبه مرة مرتين في السنة في بعض الأطفال بنصابوا أكتر من مرة في السنة بين ثلاثة إلى أربع مرات في السنة وهون بصير أنه بعد عدة التهابات في الأذن الوسطى بصير أنه تجمع السوائل في الأذن الوسطى وهذا أكتر إشي بخوفنا من أنه الطفل بيصير عنده فقد جزء من السمع يعني بيصير عنده السمع بخف وهذا بيأثر عليه على تطور الطفل من ناحية تطور كلامياً من ناحية مدرسياً أو لغوياً فالسوائل الموجودة اللي سببها الرئيسي هو التهابات المتكررة في الأذن بتأثر ديريكتلي على النطق عند الأطفال وبهيك منشوف أنه في تأخر في النطق في الأطفال وبكله بسبب شوية سوائل في الأذن نحن خلينا نحكي عن الأذن أذن تكون من ثلاث أجزاء الجزء الأول الأذن خارجية الأذن الوسطى والداخلية نحن كل الكلام الالتهابات هي بتكون في الأذن الداخل الوسطى الأذن الوسطى هي عبارة عن الممر تيجي الأمواج الصوتية من برة على الطابلة الطابلة بتحولها للذبذبات تنتقل للأذن الداخلية ومن ثم لعصب السمعي والدماغ بيحللها فإذا كان في عندنا مشكلة في الوسط مبطلت التذبذبات توصل للأذن الداخلية بصير عندنا مشكلة الولد ما بيسمع الكلمة صح ما بيسمع الحرف صح فبصير عنده مشكلة في النطو بصير عنده كمية اللغوية ضئيلة جدا هاي من أكتر المضاعفات تبع التهابات المتكرر التهاب الأذن الحاد سؤالك التهاب الأذن الحاد نحن نشوفه أكتر إشيء في العيادات اللي هو الأطباء دائما بيكونوا بين أنه بده أنتباتيكس وما بده أنتباتيكس كثير بيواجهنا صعوبة مرات كثير في هذا الأشي بالتقرير طبعا بيلعب دور عمر الطفل في هذا الأشي حسب الـ guidelines في 2013 اللي نزلت الأطفال تحت ستة شهر هذول أريدي دغري التهاب دان يساوي أنتباتيكس ما فيش معهم هلا من أمر الستة شهر لعمر أكبر يعني لحد سنتين هنا يعني بيلعب كثير عدة عوامل والطبيب هو اللي بيقرر بحد زيته وحسب طبعا كيف الأهل فيه أهل متجاوبين يعني ممكن نسوي شوية عدة زيارات بعد أي التهاب نحاول نتابع الطفل ونشوف هل هو بحاجة لدواء التهابات أو مش بحاجة لدواء التهابات في حالة أنه صعوبة هذا الإشيم بيضطر الطبيب يعطي دواء التهاب عشان يضمان سلامة الأذن وما يتكرر التهاب هذا اللي أسألك مع التكرار المستمر في يوم هات بتعاني من يعني تكراره حتى مع المضادات الحية باستمراره في مشكلة لنا من الجهتين أولا عدم التزام بالدواء عدم التزام بالدواء بالضبط يعني العلاج تبع الأذن لازم ياخد أسبوع كامل وفي ناس عشر تيام ناطيهم حسب الحالة في ناس التهابات يعني الأهل بيشوفوا يومين تلاتة تحسن الولد أوكي ستوب لا إيش ياخد دواء أنتبايتكس الجرسومة بتصير هقوة من المرة الأولى بصير عندها مناعة ضد الدواء فبصير نضطر المرة الثانية نعطيه دواء هقوة ودواء التهابات هقوة فبهيكد بصير عندنا أصعب نعالج في المرات الثانية زائد عدة المرات الالتهابات زي ما حكينا بتكون المادة الصمغية مش صمغية مادة السائل اللزجة زي العسل بصير في داخل الأذن وإذا بدنا يعني شوية ندخل بالتفاصيل ليش بتصير هذا الإشي فيها عندنا قناة صغيرة الكل يمكن يعرفها اسمها قناة ستاكيوس اللي بتربط الأذن الوسطى مع الأنف أو الفم عند الأطفال وهذه القناة كتير أصيرة وكتير ضيقة في الأطفال فأي زكام، أي التهاب صغير أي احتقان في الفم بيسكرها القناة ويبدأ يجمع السوائل في الأذن من أسباب أن تسكيرها مش لازم يكون فيروس مرات تدخين في البيت تدخين الوالدين بسبب احتقان في الطفل وهذا سبب كتير كتير من نشوفه عند الأطفال أن الوالدين بداخلوا فعندهم شائع أنه عندهم التهابات متكررة سبب تاني لالتهابات الأذن المتكررة عدم الرضاعة الصحيحة نحن كل طبيب أطفال نحن ننصح بالرضاعة الطبيعية بس برضو الرضاعة الطبيعية لها شروط رضاعة طبيعية في جلسة صحيحة لازم لما تردع الطفل تكون جلسة بجلسة صحيحة رأس الولد لازم يكون مرفوع عن جسمه ما بصير تردع وهي نايمة في مثال كيف كل الحليب بدخل عن طريق هاي القناة للأذن وبسبب الالتهاب فإحنا مننصح كل الأميات اللي بيردعوا الأطفال هم رضاعة من الأنانة أو الحليب الصناعي إنهم يردعوه دايما هو بوضعية صحيحة بوضعية الميلان طبعا الرأس مرفوع الجسم بتحت لأنه أي نقطة حليب تدخل على الدهن ممكن تسبب التهاب بالضبط إحنا هنا عندنا ما في مشكلة من ناحية الفاكسينيشن من ناحية تطعيم الكل بيأخذ تطعيم فهنا فيش عندنا مشكلة في بعض المناطق دكتور دود بعض متأسفة على ضيق الوقت شكرا لك دكتور دود أبو شامع خصائي طبالأطفال شكرا